بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب العزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معنى شابتر 12 اللي بيكلم عن الكابلينج والنوع التاني بعد كده من هو النوع ده زي مثيله بالظبط اللي احنا اكتلمنا عليه قبل كده الماف كابلينج او السليف كابلينج لكن الاختلاف الوحيد انه هو بيجي عبارة عن جزئين جزء واحد وجزء اتنين طبعا ده بيسهل عندي في عملية التركيب بمعنى ان انا بجيب العمود الاول وبعدين العمود التاني وبعدين اضبط الاستقامة بتاعت الاتنين على محور واحد ومن ثم اجيب الجزء السفلي مثلا واركبه هنا ثم الجزء العلوي واركبه وبعد كده اربط طبعا بالمسامير فيه عشان تعمل عملية ضغط على العمود ما منساش طبعا ان فيه هنا كي وصية ما بين الاتنين عشان يضمن عملية نقل القدرة لما عمود يتحرك يتحرك التاني بالتبعية النوع اللي بعد كده اسمه الفلانش كابلينج لازلت بتكلم على الريجد كابلينج الفلانش كابلينج عبارة عن ايه عندي اذا العمود الاول وادا العمود التاني فيه تجويف وبيجمع الكي هنا وبرده زيه الناحية التانية فيه عندي هنا الجزء ده بسميه الفلانج والفلانج ده واحد بتركب على العمود الاول ده وفلانج تانية ده فلانج واحد مثلا وده فلانج اتنين بتركب على العمود التاني مع الكي ايضا كل فلانج من الفلانجات ديه فيها ثقوب والثقوب ديه بركب فيها مسامير بعدد معين على حسب طبعا التورك اللي بيتنقل من عمود الى عمود بزيادة طبعا التورك بيزير عدد المسامير ده ده الكنستركشنال دروينج بتاعها ده طبعا الفلانج رقم واحد اللي هي باللون الازرخ ده اللي متهشرة باللون الازرخ وده فلانج اتنين اللي متهشرة باللون الاحمر هلاحظ هنا ان فيه جزء بروز في واحدة منهم شايف المنطقة دي كده فيه بروز في الفلانجة الحمراء وتجويف اصاده في الفلانج الزرقاء ده طبعا بيعمل لي عملية سكيور او تأمين بحيث ان هو لما ركب اللي اتنين مع بعض يحصل او بيعزز من عملية الالاينمنت بتاعة المحورين يكونوا على استقامة واحدة طيب عمليات الديزاين بتتم كالتالي بعضها بيتم على اساس الفرضيات ومن ثم بختبر السترس اللي عليها وبقارنه بالسترس اللي تحمله المد اول حاجة او اول فرضية عندي الف اللي هو البعد ده قيمته بتساوي نص القطر نص دي سمول هنا دي سمول اللي هي بترمز الى الشافت او العمود طيب عدد المسامير من الخبرة قدرنا ان احنا نقول انه ممكن استخدم ثلاث مسامير ربط اللي هي عدد المسامير ديت ان ثلاث مسامير في حالة الاقطار بتاع الاعمدة حتى اربعين ملي متر اربع مسامير في حالة الاقطار من اربعين الى مية وست مسامير في حالة الاقطار من مية الى مية وتمانين الخطوة اللي بعد كده في عملية الديزاين هي الديزاين بتاع الهب الجزء اللي عامل زي السرة ده هنا بحاول ان انا اجيب القطر بتاعه القطر اللي هو مين الدي كابتل ده هلاحظ طبعا أن الجزء بتاع الصرة ده عامل زي عمود مجوف بالضبط فبالتالي عليه تورك يبقى التورك ده هوت هيسبب تورشن السترس وبما أنه عمود مجوف هاخد العلاقة بتاعة تصميم العمود المجوف ومنها أحسب القيمة هنا طبعا أنا بفرضه بأنه يساوي ضعف قطر العمود وبعدين أعمل الاتشيك السترس اللي عندي لو طلع 30 ميجا بسكال من العلاقة دي بقرنه بتاعة الماتيريا لنفسها ولو افترضنا أن هي بتساوي 90 ميجا بسكال يبقى معنى كده أن أنا بعرضها إلى 30 ميجا بسكال لكنها تتحمل 90 ميجا بسكال يبقى التزاين بتاعي سيف وبنكتفي بهذا القدر ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله